اشتركوا في القناة في نشر الدعوة الإسلامية المعتدلة وإبراز الصورة الصادقة والمشرفة والحقيقة للأمة الإسلامية التي تعتبر ضمن أهداف الاتحاد وموجهة كافة أشكال الحملات العدائية المشوهة للإسلام والمسلمين مشيدا بالخطوات التي اتخذها المجلس التنفيذي في أعماله والخطط والاستراتيجيات والمبادرات التي تم إدراجها والتي ستسهم في تعزيز الانتاجية واستفادة الدول الأعضاء من خدماته أبد الدوسر تأييده لترشيح الإعلامي الدكتور عمرو ليثي مرشح جمهورية مصر العربية الشقيقة لتولي منصب رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية ومشيدا بما يمتلكه الليثي من خبرة كبيرة في المجال الصحفي والإعلامي وقدرته على تطوير دور الاتحاد وعلى قيادة العمل خلال الفترة المقبلة إلى جانب الكفاءات المبدعة والمخلصة والتي يسخر بها اتحاد الإذاعات الإسلامية وقد أكد معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في كلمتي بهذه المناسبة على أهمية العمل الإعلامي الإسلامي المشترك الذي واجه تحديات كبيرة في ظل التحولات والمتغيرات التي يشهدها العالم حاليا مما يتطلب العمل الجمعي وتنسيق الرسائل والخطاب الإعلامي لمواكبة التحولات والمتغيرات التي تشهدها صناعة الإعلام وبأثارها على المجتمعات الإسلامية اشتركوا في القناة